مساء الفول على الأبطال أفريقيا سواء أهلي أو زمالك ندخل غرفة أخبار موقع الأقور هنتبعكم على مدار الساعة بكل ما هو جديد عن نهاية القرن بين الأهلي والزمالك هنبدأ نتكلم في الأول عن الأزمة اللي حصلت في طاقم التحكيم بعد إصابة المغربي رضوان جيد حكم الفيديو الحقيقة أن طاقم التحكيم وصل يوم الخميس وأجرم مسحة في الساعة 11 صباح يوم الخميس والنتيجة المسحة ظهرت مساء في وقت متأخر من يوم الخميس الحقيقة أنه للأسف النتيجة أظهرت إيجابية مسحة كورونا للحكم رضوان جيد فتم استبداله والجام في التخص قرار أن إبراهيم نور الدين هيكون الحكم الرابع والزامبي سيكازوي هنتقل من الحكم الرابع ويكون الحكم الفيديو بدلا من رضوان جيد هنكلم نقطة كمان عن اللايحة اللايحة بتقول إيه في حالة إصابة الجزائري مصطفى غرباء الحكم الساحة الحقيقة أنه لو الحكم الساحة تعرض للإصابة من المفترض أن يكون مكانه الحكم الرابع ولكن في الحالة دي هو الحكم الرابع هو حكم مصري من نفس جنسية أحد الفراكني الموجودين في الملعب فوقتها يتم اللجوء لحكم اللايمان الأول هو اللي هيدخل حكم الساحة بدلا من مصطفى غرباء وإبراهيم نور الدين اللي هو حكم الرابع يدخل كحكم رايا كمساعد تاني والمساعد التاني هو اللي يكون المساعد الأول نتمنى إن شاء الله مباراة تخرج بروح رياضية للتعصب عايزين نشوف نهائي قوي ما بين الأهلي والزمالي تابعونا على مدار الساعة كل ما هو جديد عبر موقع يلا كورا